موسيقى كل المشاكل اللي بنتعرض لها في الوقت الحالي كان فيه ناس مع الاجتماع ده وشايفين انه شيء ايجابي وانه فعلا شيء مهم انه يحصل تحالف واجتماع ما بين المجلس العسكري وما بين الاحزاب السياسية وكان فيه بعض الاحزاب وبعض الاشخاص شايفين انه نوع من انواع الممطلة وانه الموضوع غير مستدعي اي اجتماعات وان المطالب واحدة وانه المطالب معروفة ومش محتاجة اجتماعات هنتكلم في الموضوع بالتفصيل مع الاساس سلاح سباح الخير ايست سلاح منوارنا في الهدد سعيد سباح الخير فانت الاجتماع ده اول ما طلع والناس مضت على اللي اتفقوا عليه حزبين حزب او مجموعة من الاحزاب قالت حاجة ايجابية وفيه مجموعة تانية قالت ان المطالب دي او الاتفاق ده فيه حاجات كتير سلبية خلينا نستعرض من وجه نظر حضرتك ايه الحاجات الايجابية وايه الحاجات السلبية طبعا هو عقد الاجتماع في حد ذاته حاجة إيجابية فكرة أنه المجلس على القوات المسلحة يعود إلى مائدة الحوار المرادي والاجتماع ده والاجتماع اللي قبله وبيتزم بحاجة أساسية وهو أنه بيتم اجتماع مع رؤساء جماعات سياسية مع رؤساء أحزاب وبالتالي مع جماعات يمكن التفاهم معها وليس مع أفراد أو عشرات الإتلافات التي لا يعرف لها أحد وكلما نتفق معها على شيء إذا ظهر أفراد منها أو إتلافات أخرى تعارضها فبدأ اللجوء إلى التعامل مع الجماعات المنظمة وده على فكرة في المجلس على القوات المسلحة وحتى الحكومة ضغعت وقت طويل جدا في إهمال هذه الجماعات المنظمة والتفاوض مع مجموعة كبيرة جدا من الإتلافات ما فيهاش تناغم في الرؤى فده جانب إيجابي في الموضوع الجانب الثاني أن الاجتماع انعقد بسبب متعلق بالخلافات التي صارت في المجتمع السياسي وفي الطبقة السياسية بشأن التسوية التي أصفر عنها الاجتماع الماضي والمرسيم بقوانين التي صدرت في الأسبوع الماضي فده جي اجتماع في بداية هذا الأسبوع من أجل إعادة التفكير فيما تم اتخاذه وجرى كنتائج جرى العدول عن بعض ما كان المجلس العسكري قد اتخذه من قرارات وأصدره من مرسيم قبلها زي البندر الخامس مثلا أو المندر الخامسة طبعا الخلاف القائم الآن أنا في تقديري أنه في استجابة لجزء من المطالب أول نقطة اللي هي حضرتك الشرطة اللي هي هادية اللي هي فكرة المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق من قانون مجلس الشعب والشورى وبالتالي أن المقاعد الفردية يجوز فيها للأحزاب أن تنافس مرشحين من الأحزاب أن تنافس أفراد في هذه الدوائر وده كان مطلب من المطالب التي صار عليها الجدل حول القرارات اللي صدرت في الإسواء المرض النقطة التانية في الموضوع الإعلان عن وقف محاكمة أو التزام القوات المسلحة بواقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع مباشرة على القوات المسلحة وده اللي موجود فيه قانون القضاء العسكري وهو أن كل جريمة يرتكبها أي شخص سواء كان عسكري أو مدني على القوات المسلحة أو مهامها أو معسكراتها أو إلى آخره تحاكم أمام القضاء العسكري النقطة التالتة ودي فيها قولان ولكن فيها جانب إيجابي الموافقة على فكرة أن يكون هناك عزل سياسي وأن يعزل ما وصفه برموز الحزب الوطني والذين أفسدوا الحياة السياسية نقطة رابعة آخر أيضا فيها إيجابي برضو تشمل إلى حل وسط أنه بدل مبادئ حاكمة للدستور وإلى آخره تم الاتفاق على أن يكون هناك ميساق شرف بين الأحزاب وبعضها البعض حول حاجتين الحاجة الأساسية الأعمدة الأساسية أو المبادئ الأساسية للدستور الحاجة الثانية طريق التشكيل اللجنة دوابط لطريق التشكيل اللجنة التي ستضع الدستور أو الجماعات الأساسية التي سيخترها مجلس الشعب والشورى لوضع الدستور بحيث نضمن أن هذه اللجنة ما يخترهاش الأغلبية في المجلسين على حسب المزاج والهوى السياسي وتضم ممثلين لكل الأحزاب طبعا فيه الحاجات اللي عليها الاعتراض الأساسي اللي هو المطلب أساسي ده مطلب أساسي حصل بسببه الحاجة بعد كده كمان دراسة تضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ بحيث يعني لا يمس يقتصر على الحمليات البلطاجة والإلى آخر الحاجات الأساسية اللي حصل حواليها الخلاف واللي عاملت ضجة المصارى الآن اللي هو ولذلك يقال أن هناك تسويف اللي هي فكرة أنه كان المطلب الرئيسي كان أنه الانتخابات تبقى 100% قوائم وليس تلتين قوائم وتلت حزبي وتلت فردي كما انتهت إلى الأمور هذا النص أصلا كان كان خرج من الحوار لأنه القوات مسلعة أصدرت إعلان دستوري بتعديل المادة 38 من إعلان الدستور السابق بحيث ينص فيها على أن الانتخابات تجري بنسبة السلسين والسلس ودي اللي عملت دوشة الكبيرة أحد أسباب اللي عملت دوشة الكبيرة حوالين القرارات فيه جانب إيجابي أيضا في هذا الموضوع أنه هنا قدمنا جدوى الزمني وحتى الناس كانت موجودة في مداني التحرير في جمعة استرداد الثورة بتتكلم على أن المجلس العسكري على أن يرحل وحددونا مدة زمنية أو جدوى الزمني عشان خاطر ننتهي من المرحلة الانتقالية وفعلا فيه طلع فيه جدوى الزمني بقى فيدينا جدوى الزمني هذا الجدوى الزمني سيبدأ يعني النهاردة 4 أكتوبر الأربع بكرة الأربع اللي جاي فتح باب الترشيح يتم فتح باب الترشيح وبدأ الجدوى الزمني في التنفيذ طيب أستاذ صلاح الحقيقة تعلينا على كلام حضرتك وتحديدا في جزئية العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني السابقين أنه فيه ناس اختلفت الأقوال في الموضوع ده أنه فيه ناس كانت بتطالب بالعزل عن الممارسة السياسية لهؤلاء الأفراد وكان فيه أشخاص تانيين بيقولوا أنه علشان يتم العزل بشكل حقيقي وبشكل رسمي لازم يكون فيه أدلة ولازم يكون فيه أوراق علشان تتقدم للقضاء علشان نقدر نعزلهم فعلا أنه ما ننفعش نعمم فساد حزب معين لكل الأشخاص اللي كانوا منتميين إلي رأي حضرتك إيف جزئية زي دي وحضرتك شايف أنه زي ممكن مطلب زي ده بأنه احنا نحمي حياتنا السياسية القادمة بعزل الفاسدين في الحياة السياسية السابقة وإزاي ندي حق الناس اللي كانوا مش فاسدين في كمان ممارسة حياتهم السياسية ونديهم فرصة في الحياة القادمة وفي الفرصة السياسية القادمة أنا من حيث المبدأ ومنذ أصير هذا الموضوع كنت ضد فكرة العزل السياسي وفكرة أنه إعادة إحياء قانون الغدر لأنه أنا أصلاً اتعزلت السياسيان أربع مرات في ظل عهد مبارك وعهد السادات وعهد عبد الناصر وأعرف كثيرين جداً من قادة الحياة السياسية ومن النجوم البارزة في تاريخ مصر تم عزلهم سياسياً يعني يكفي أن تعلم مثلاً المرحوم فقد سراج الدين باشا المرحوم عفتح حسن باشا دول اتعزلوا مرتين مرة في عهد عبد الناصر ومرة في عهد السادات وفي الآخر الاتنين بقوا رؤساء قادة أحزاب سياسية كبيرة وبرغم أنه هما تهموا بإفساد الحياة السياسية ومش عارف إيه والحاجات اللي زي دي بقوا يعني إيه رؤساء أحزاب أو قادة أحزاب كل اللخب السياسية اللي كانت موجودة من قبل ثورة 52 وجد بعد ثورة 52 تم عزلها سياسياً حسن الهضيب المرشد عام لقول للإخوان المسلمين السابق عدد في مرحلة من المراحل بعد 61 كل الإخوان المسلمين تم عزلهم سياسياً كل الشعوعيين تم عزلهم سياسياً كل أنصار المشهر عبد الحكيم عامر بعد ذلك تم عزلهم سياسياً فكل ما كان يحصل خلاف سياسي في داخل الزلطة القائمة بين أو بين أي فريق سياسي كان يتم الفريق اللي قاعد في السلطة يعزل الفريق اللي كان موجود لما السادات تولى بقى عزل مراكز القوى اللي هي كانت بتعكم مصر أيام جمال عبد الناصر كلها وصدر قرار العزل فأنا من حيث نبدأ ضد قرار العزل مع المنافسة السياسية إذا كان في فلول للحزب الوطني فيه أنصار لو حالجانة إذن 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 إحنا صور إحنا عملنا صور إن الشعب كله كان مع هذه الصور إن الشعب كله كان بيقول إن دول الناس فاسدين أنا مش محتاج لأي إجراءات استثنائية لا قانونية ولا غير قانونية عشان أعزل دول محتاج لمنافسة سياسية معهم ومحتاج إن الشعب يقف معايا ضدهم ويغزمهم وما يدهمش أصوات